ننتقل بعد كده بقى وحلو كمان ان احنا شوية نشوف اللعيبة بتاعتنا المحترفين واخبارهم ايه في الاندالة الاوروبية لان هما بجد ظهروا بشكل مميز جدا وناس كتير علاقت على هذا الموضوع حتى فيه ناس بقى التعليقات السلبية يقولك تمانتوا حلوين اهو ليه التعليقات اللي هي من هذا الشكل كانت موجودة بصراحة بس مالاش علاقة يعني لا يتم المقياس بهذا الشكل حضراتكوا اكيد عارفين لكن كانت بداية مميزة جدا في افتتاحية المباريات هذا الاسبوع طبعا في الدوري الانجليزي وحكلم تحديدا هنا عن محمد صلاح لان هو قدم واحدة من افضل بصراحة المباريات بتاعته اللي تلعبت لما لعب مع افرتون وفاز او ساعد الفريق كمان ان هو يفوز هدفين لصلاح كانوا اكثر من رائعين ووصلهم كمان او وصلوا يا كريم لان هو بقى اكتر رقم كياسي جديد او لا اكتر من رقم كياسي جديد خليني اقولها ومثين وواحد في مسيرته كلها بمختلف هنا الدوريات انت بتتكلم بلغة الارقام واللاطة برضو كانت تعجباني جدا ان هو برضو كان لابس زي ما حضراتكوا شايفين شارع الطبع او الشارع السوداء وكمان رفض ان هو يحتفل بعد الهدفين اللي سجلهم لكن طبعا زي ما كنت بقول ارقام جديدة بتحسب تكلم رقم الهدف ليه رقم مثين وواحد في مسيرته بمختلف الدوريات اللي هو لعب فيها 30 هدف ببطولة الدوري الانجليزي خلال عام 2023 فقط 19 هدف وصنع 12 هدف وده بتتكلم في 31 مباراة حتى هذه اللحظة فاعتقد ده اكيد مقدار وامر ايجابي جدا بالتوفيق لصلاح كالعادة احنا مش بها نفضل نشكر لكن هي حالة نتمنى ان هي تقرر طبعا يعني اكتر عندنا اكتر من نموذج بهذا الشكل وينكن كمان هنتكلم عن لعبين المحترفين الاخرين كمان لان هم محققين مستوى لا يقل بصراحة على المستوى صلاح واللي وصلوا صلاح لغاية اللحظة اللحنا فيها دي وصلوا انه يرتقي للمركز ال 12 في قائمة الهدفين التاريخيين للدوري الانجليزي برصيد 146 هدف متفوقا بذلك على النجمة الكبير روبين بن فرسي اسطولة الكرة الهولندية وكمان نجم ارسنال ومنشستر يونيتد السابق ومتساويا مع شيرتنهام وبيتبقى ليه ثلاث اهداف يعني كمان ثلاث اهداف يرتقي للمركز ال 11 اربع اهداف بعدها يوصل ببقى ويصعد ليه قائمة العظماء العشر طبعا امر في المنتهى الايجابية وحاجة عظيمة جدا للنجم مصر كبير ونقدر نقول انه هو حقيقي وجهة مشرفة لكرة القدم المصرية والعربية وسفير بحق للمصريين في اوروبا تعالوا نروح من البريمير ليج للنجم تاني منور الدنيا في البونز ليجة الالمانية طبعا الجناح المتقلق عمر مرموش نجم انتراخت فرانكفورت الالماني اللي قاد فريقه مبارح للفوز الغالي جدا خارج ملعبه على صاحب المركز الخامس هوفنهايم بيت ثلاثية مقابل هدف وحيد سجل منها مرموش الهدف الاول في بداية المباراة عشان يواصل تقلقه الواضح جدا مع فريقه من بداية الموسم ده وبعد مرور 8 جولات من الدوري الالماني نقدر نقول ان فعلا عمر مرموش هو سفير كرة القدم المصرية في البونز ليجة الالمانية ترجمة نانسي قنقر